السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين عشرين تشرين الثاني نوفمبر طبعا القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل لبرج الحوت في ساعات العصر يعني الساعة ثنتين وثمانية وعشرين دقيقة عصرا ورح يظل القمر موجود في برج الحوت لغاية الساعة خمس وتسعة عشر دقيقة من عصر يوم الأربعاء لا ينتقل بعدها لبرج الحمل القمر اليوم رح يكون على ثلاث مراحل يعني أول شيء من الآن ولغاية تقريبا يعني ساعة داعش وست وخمسين دقيقة من مساء اليوم الأحد القمر رح يكون موجود في منزلة الأخبية بعدها بده ينتقل لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة هاي المنزلة رح يظل فيها القمر لغاية الساعة تسعة وأربعة واربعين دقيقة من مساء اليوم الأثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر طبعا القمر بما أنه موجود في برج الحمل اليوم وبده ينتقل لبرج الحوت معناته رح يتقل بالوضع ما بين البرجين من الآن ولغاية ساعات العصر منشعر أنه بحاجة ملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الوضعية يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفاد منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة بيميل الأشخاص من حوله للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكن تكوين صداقات جديدة وتغيير مظهرنا مثل قصة شعر أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا وتجربة أطعم جديدة بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة 9.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيخلق هذا الاتصال حالي أو شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب عند أي انتقاد أو مواجهة يستحسن أن لا نقوم بأي عمل مهم وأن نخلد للراحة لأن هذا التحول مضر جدا للصحة وخصوصا الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 10 و 49 دقيقة ظهرا بيخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر بعد هاي الزاوية مباشرة يعني الساعة 10 و 49 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش بيبدأ عنا خلو المسار اللي رح يستمر لغاية الساعة 228 دقيقة عصرا هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 228 دقيقة عصرا خلص الخمر بيستقر في الحوت وببلش يعمل أول زوايا لإله فبيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن في هذا الوقت نشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكوا ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة في اتخاذ قرارات البعض ممكن يتهرب من المسئوليات أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين واللي بعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيذرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت ممكن مننا نبدأ بعلاقة حب جديدة يمكننا التأمل والصلاة أو المشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر، الرسم، تصوير، زيارة المرضى، شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية، طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وأربعة واربعين دقيقة بعد العصر من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبذ الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض لشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي زاوية بطيئة زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو طبعا اليوم ذروة هذه الزاوية هي بدأت يوم 15-11 ومستمرة ليوم 26-11 ذروتها اليوم الساعة 9 و25 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا وسعي نحوها كما بيتجه اتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيد من طموحنا وبتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة لتقرب من المسؤولين برضو تعطينا قدرة على المسؤولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع المحيط بتسمح لنا بحل مشاكلنا بتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا بتدل على قيام الحكومة حكومة ما أو يعني ممكن أو تعرضها للتحولات أو تغييرات إيجابية وكذلك زيادة الاستثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر عندنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين له الهرمون المسكن للألام عشان هيك بنشعر بالألام أكثر من المعتاد في هاي الفترة والميلاتونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم وهذا برضو عشان هيك بالفترة هاي بصير عندنا أرق وقلة نوم وأحلام وكوابيس وأضغاث أحلام بالنسبة لهذا اليوم ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار وأيضا مش للأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضا مش بفترة خلو المسار لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنى ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن برضو مش بفترة خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة ثلاثة وتسعة دقائق من عصر يوم الأربعة بيبدأ وبينتهي الساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة بعد العصر لا يستقر القمر بعديها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع عمر سبع أيام في تمام الساعة عشر وثلاثين دقيقة صباحا بصير ثمان أيام نسبة الإضاءة ست وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية القمر في الدلو رح ينتقل للحوت ورح يظل في الحوت ليوم اثنين وعشرين احداش منتحس الآن بنسبة خمسة وسبعين في المية في ساعات الظهر منتحس بنسبة خمسين في المية ساعات المساء بصير منتحس بنسبة ثلاثين في المية عطارد في القوس حتى يوم 1-12 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الميزان حتى يوم 4-12 سعيد بنسبة 15% المريخ في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم من الآن ولغاية ساعات العصر بتنشطوا نشاطات ما بينك وبين الأصدقاء حوارات ونقاشات ولقاءات ولكن طاقتكم بدأت تضعف لأنه من ساعات بعد العصر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم فعشان هيك بتكونوا تحاذروا اليوم من مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات العصر بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم مع المسؤولين وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تشوهوا سمعتكم وما تجاسفوا ما تغامروا ما تخلفوا القوانين أما من ساعات العصر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء ممكن يتوجه لكو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن بتكونوا تحاذروا من الدخول في منقشات أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد الأجواء جيدة ودعملة إلك بشكل قوي اليوم على مستوى الحوار والنقاش والتحركات ولكن في فترة خلو المسار شوي بصير عندك نوع من أنواع الفوضى فما تعتمد على الحضوض أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بتكونوا تحاذروا من الاندفاع أو التهور بالنسبة لموليد برج السرطان بيظل التركيز على الأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات العصر بممكن تتفحصوا حساب مشترك ولكن تنعوا عن أي خطوة مالية جديدة وانتبهوا من مطالباتكم ما تقرضوا حد فلوس خلال هذا اليوم أما من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في مجال السفر والدراسة والاتصالات والعاطفة أيضا انتبهوا أثناء تنقلاتكم لأنه ممكن يعني تنسى أوراقك أو أمتعتك فبدك تتفقد كل أوراقك وأمتعتك كما عليك عدم التسرع أثناء قيادة السيارة وأثناء التنقلات بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بظل التركيز على أمور الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وعلاقاتكم مع أزواجكم من الآن ولغاية ساعات العصر ولكن بظل مطلوب منكم ضبط العصاب والانتباه للصحة عدم اتخاذ قرارات حاسمة العصبية راح تسيطر عليكم شوي ممكن أي شيء يستفزكم أما من ساعات ما بعد العصر بتنهمكم في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء ما في أي داعي للمجازفات أو الإهمال في العمل لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في العمل إذا جازفت وغمرت وخصوصا على الأمور المالية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بدكوا تواصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد طبعا القمر الآن بدوا يبدأ في مراحل المقابلة فعشان هيك ضغط على مستوى العمل ضغط على مستوى علاقاتكم بزملائكم وأيضا صحتكم فيها نوع من أنواع التقلب أما من ساعات ما بعد العصر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم احذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل لعشان ما تكبر المشاكل أكثر وحافظ على غدوءك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتظل الفترة من الآن ولغاية ساعات العصر فترة قوية عاطفيا وماليا والحضوظة بتدعمكم شوي وبتميلوا أيضا للتقارب مع أحبائكم أو التجاوب معهم ولكن ببدأ الاتجاه القمر بالبيت السادس فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لصحتكم كل ما اقتربنا لساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر وأنا بدك تنتبه لعملك تنتبه لصحتك لأنه شوي ممكن يتراكم العمل عندك وتضطر للعمل ساعات إضافية وبرضو تقلبات صحية أو ضعف صحي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات العصر وبرضو ممكن اليوم تهتموا بمسائل العلاقة بالبيت بالعقارات بالعائلة مناسبة احتفال لقاء أشياء من هذا القبيل الأجواب الضل جيدة ولكن ممكن حدث عائلي يعمل لك نوع من أنواع التوتر من الآن ولغاية ساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر هنا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم يغلب عليكم شوي نوع من أنواع العصبية أو العنف أو التقلب المزاج وخاصة مع الحبيب أو مع أحد الأولاد فعشان هيك بدك تكون حذر حولها من طاقة سلبية لطاقة إيجابية إذا استطعت برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيظل فيه نشاط على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتنقلات وطاقتكم بتظل ممتازة وعندك رغبة للتقرب مع الأحبة أو مع الإخوة مع الجيران فيه نوع من أنواع النشاط العالي جدا ولكن في فترة الظاهرة أو بين الظهر والعصر انتبه أثناء قيادة السيارة ما تنفعل ما تعصب اضبط أعصابك خلي كلامك واضح لأنه من ساعات ما بعد العصر بتفضل الأجواء البيتية والعائلية ولكن أهم شيء أنك ما تفتعل خلاف المنزل أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك شوي حاد ومتقلب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكون تجنبوا شراء أي حاجة ثمينة وتخففوا من النفقات من الآن ولغاية ساعات العصر هذا أهم تنبيه ورغم أن الأجواء بتظل فيها فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات هباة دعم هدية أشياء من هذا القبيل ولكن التحذيرات لازم تحطها بعين الاعتبار أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات بتكون اليوم في نوع من أنواع الحظوظ على مستوى التواصل والاتصالات والإقناع ولكن شوي في عندكم نوع من أنواع العدوانية وهذا بسبب مزاجكم ممكن يسبب لكم خلاف أو سوء تفاهم كما أنه عليك الحذر أثناء التنقلات وأثناء قيادتك للسيارة ما في داعي للتهور برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم أنتم نشيطون مع هيك ما تبادروا في أي عمل جديد بل وصلوا ما بدأتم به من عمل من قبل بظل في حيوية وطاقة إيجابية شوي في ساعات الظهر للعصر هيك بصير في تقلب بالمزاج عندك ولكن سهل أنك تسيطر عليه أما من ساعات ما بعد العصر بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم من المحتمل أنه يعاني البعض منكم من بعض المشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال كما عليك تجنه بالتبذير برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم لغاية ساعات العصر طاقتكم ضعيفة فما بينصحكم باتخاذ القرارات أو البدء بأي شيء جديد وما تصدقوا أي وعد يقطع لإلكم أما من ساعات ما بعد العصر فهنا القمر بوصل لعندكم فتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بيكون مزاجكم سيء وبتكونوا قليلين صبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة